بسم الله الرحمن الرحيم حالة اليوم عن عالم مؤاصر أثبت لنا جميعا أن العرب لم يبتعدوا كثيرا عن دورهم في الحياة العلمية العالمية هو باحث وعالم ومكتشف وضع العالم كله على طريق جديد من الاكتشافات إنه الدكتور أحمد زويل ولد الدكتور أحمد حسن زويل في 26 فبراير سنة 1946 بمدينة ضمنهور وحافظة البحار وفي سنة 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوخ التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ تلقى تعليمه الأساسي هناك التحق بكلية العلوم جامعة الأسكندرية بعد حصولها على الثانوية العام وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع برتبة الشرف الأولى عام 67 في الكيمياء وعمل معينا بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير عن دحس في علم الضوء سافر إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتور أحمد جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا بريكلي من 1974 إلى 1976 ثم انتقل العمل في معهد كاليفورنيا التكنولوجيا منذ عام 1976 وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة حصل على الجنسية الأمريكية عام 1982 وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذا رئيسيا لعلم الكيمياء بها وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة خالفا للينيوس باولينج الذي حصل على جائزة نوبل مرتين الأولى في الكيمياء والثانية في السلام العالم نبتكر الدكتور أحمد زويل نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر للقدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض والوحدة الزمنية التي اتقطت فيها الصورة هي الفمتو سانية وهي جزء من مليون مليار جزء من الثانية نشر الدكتور أحمد زويل أكثر من 350 بحثا علميا في المجالات العالمية العالمية المتخصصة مثل مجالة ساينز ومجالة نيتشار ورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة تضم هذه القائمة ألبرت أينشتاين وألكساندر جيرهان بيل في يوم السلساء 21 أكتوبر 99 حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفمتو سانية ودراسته للتفاعلات الكيميائية باستخدامها ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء وليدخل العالم كله في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه لتمكنه من مراقبة حركة الزرات داخل الجزئيات أثناء تفاعل كيميائي عن طريق تقنية الليزر السريع وقد أعربت الأكاديمية السويدي الملكية للعلوم أنه قد تم تكريم دكتور زويل نتيجة للصورة الهائلة في العلوم الكيميائية من خلال أبحاثه الرائدة في مجال ردود الفعل الكيميائية واستخدام أشعة الليزر حيث أدت أبحاثه إلى ميلاد ما يسمى بكيمياء الفمتو سانية واستخدام ألات تصوير فائقة السرعة لمراقبة التفاعلات الكيميائية بسرعة الفمتو سانية أكادت الأكاديمية السيورية في حيثيات منحان جائزة لأحمد زويل أن هذا الاكتشاف قد أحدث صورة في عالم الكيمياء وفي العلوم المرتبطة بها إذ أن الأبحاث التي قام بها تسمح لنا بأن نفهم ونتنبأ بالتفاعلات المهمة يكاد يكون أحمد زويل هو الأب الثاني للكيمياء أو أب الكيمياء الحديثة حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل وكذلك حصل على عديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاث الرائدة في علوم زليزر وعلم الفمتو سانية التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية منها جائزة ماكسي بلانك وهي الأولى في ألمانيا جائزة وولشي الأمريكية جائزة هاريون هاو الأمريكية جائزة الملك فيصل عالمية في العلوم جائزة هوكست الألمانية انتخب عضوا في أكاديمية العلوم والفنو الأمريكية ميدالية أكاديمية العلوم والفنو الهولندية جائزة الامتياز باسم ليونارد ودافينجي حصل على الدكتوراه الفخرية من جماعة إكسفورد والجماعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات الأسكندرية جائزة أليكسندر فول هومبولد من ألمانيا الغربية وهي أكبر جائزة علمية هناك جائزة باك ويتني من نيويورك جائزة سلطان قابوس في العلوم والفيزياء سنة 89 من سلطنة عمان جائزة وولف الإسرائيلية في الكيمياء لعام 1993 وسام بن يمين فرانكلين سنة 98 عن عمله في دراسة التفاعل الكيميائي في زمن وتناهي الصغر يسمى كيمياء الفيمتو جائزة نوبل الكيمياء لإنجازاته في نفس المجال سنة 99 وانتخبته الأكاديمية الباباوية اللي يصبح عظم بها ويحصل على وسامية الزهبية سنة 2000 جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في الكيمياء جائزة كارس من جامعة زيوريخ في الكيمياء والطبيعة وأكبر جائزة علمية السويسرية انتخب بالإجماع عظم بالأكاديمية الأمريكية العلوم وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس حسن مبارك في مصر قلادة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري وفي إبريل 2009 أعلن البيت الأبيع عن اختيار دكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي لعلوم وتكنولوجيا والذي يضم 20 عالم مرموخا في عدد من المجالات قلادة بريستيلي أرفع وسام أمريكي في الكيمياء سنة 2011 دكتورة فرخرية من جامعة سيمون فيرزار سنة 2014 كما أطلق اسمه على بعض الشارع المادين في مصر وأصدرت هيئة البريد المصرية طابع بريد باسمه وصورته وتم اطلق اسمه على صالون الإبرة منشورات الدكتور أحمد زويل كثيرة ومتعددة فمنها مثلا رحلة عبر الزمن الطريق إلى نوبل عصر العلم وقد تم إصداره سنة 2005 الزمن وقد تم إصداره سنة 2007 حوار الحضرات وآخر مؤلفات الدكتور زويل منشورة بالعربية وذلك في 2007 التصوير الميكروسكوبي الإلكتروني رباع الأبعاد كتاب الإنجليزية عن استخدام المجهر الإلكتروني في الدراسة المجهرية لحصول على المعلومات رباعيات الأبعاد كثيرة مقارنة بالأدوات العلمية الأخرى علم الأحياء الفيزيائي من الضرات إلى الطب كتاب الإنجليزية عن أحدث الطرق والمفاهيم في السلوك الكيميائي والحيوي عاشد دكتور رحمد زويل في سان مارينو في لوس انجليس وهو أستاذ رئيسي بعد ليونيس باولينغ في الكيمياء الفيزيائية وأستاذ الفيزياء في كالتك وهو متزوج من السيدة دي مزويل الفحام وهي ابنة شاكر الفحام وتعمل طبيبة وتم تعيينه أخيرا كما بأس علم الأوليات المتحدة لدول الشرق الأوسط تم بناء وتطوير مشروع باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر وهي مشروع مبادر لتطوير العلم والتعليم وسميت باسم أحمد زويل وهي مؤسسة المتعب الاستقلالية التامة ويتم تبولها عبر تبرعات من الهيئات والأشخاص تم بناء المشروع في مدينة 6 أكتوبر وكان الغرض منها إدخال الإبداعات العلمية والبحوث العلمية مجال التطوير في بلده الأم مصر والإشراف على ذلك توفي الدكتور أحمد زويل بتاريخ 2 أغسطس 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر نهز السبعين عاما وقد كان زويل قبل وفاتي يعاني من وراء بسرطان في النخاء الشوكي وكان قد أعلم في أخت السابق أنه تخطى الفترة الحرجة من وراءه وقال أنني تعديت الفترة الحرجة من وراءه بحالة جيدة أنا في نهايات مراحل العلاج والنقاح وقيمت له جنازة عسكرية في 7 أغسطس حضرها رئيس الجمهورية وقيادات الدولة نشكركم على متابعتكم لنا وأنا أتمنى أن تشاركم في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم جميعا